اشتركوا في القناة الاحتمال باختصار هاي الاحتمال الاحتمال يا حلوين اللي هو عدد مرات الحدوث للحادث على ايه؟ على العدد الكلي لجميع الحوادث كيف يعني؟ لو قلت لك بدي لك طبعا الاحتمال رمزه ايه؟ لام شو رمزه لام؟ لو قلت لك في تجربة تلقاء قطعة نارد اذا فهمت السؤال هذا فهمنا الدرس الدرس فاضي فيش في ايش هاي قطعة نارد شو الفضاء العيني اليه؟ بتقول سجما للنارد شو يساوي؟ اللي هي واحد واثنين وثلاث واربع وخمسة وستة هذا سجما اليه طيب لو قلت لك بدي احتمال انه يطلع العدد واحد هاي احتمال انه واحد شو منقول الواحد اكم من مرة ممكن يطلع؟ بتقول لي مرة قدي عدد مرات الخروج لكل الحوادث قدي عدد عناصر الفضاء العيني بتقول عدد عناصر الفضاء العيني واحد اتنين ثلاث أربع خمسة ستة اذا شو احتماله واحد على ستة واضح؟ طيب لو قلنا بدي حادث هاي لام لعدد زوجي اكم من عنصر ممكن يطلع يعطيك عدد زوجي؟ هاي واحد وهي اثنين وهي ثلاث اذا ثلاث من قد عدد العدد الزوجي يا حلوين بتقول لي عدد العدد العدد الكلي اللي هو كام؟ ستة اذا ثلاثة من ستة واضح يا حلوين طيب لو قلت لك بدي عدد فردي هاي لام لفردي اكم من واحد ممكن يطلع معك فردي هاي واحد وهي ثنين وهي ثلاث اذا ثلاثة من قدين من ستة واضح كيف؟ هذا هو الاحتمال الو قدين ممكن يطلع معك على قدين ... على القدين الكلي اختصار من سiqué الاحتمال Education طلع القدس 28 من قد من 40 المجموع الخليل 1 من 40 القلقيلي 3 من 40 جنين 7 من 40 بيت لحم 1 من 40 المجموع اللي هو 40 من 40 التكرار النسبي هو ناتج قسمة عدد التكرارات الجزئية على التكرار الكلي هو نفس الاحتمال طيب تم اختيار التاريخ بشكل عشوائي من أيام شهر نيسان يعني تنظيم يوم تضامني مع الأسرة في سجون الاحتلال فإن الفضائي العيني لتجربة اختيار تاريخ هذا اليوم طبعا يوم عشوائي من 1 ل 365 عدد عناصر الفضائي العيني كوم يعني 30 30 احتمال أن يكون التاريخ المختار اللي هي 16 من قد من 30 إنه قبل 17 16 يوم قبل 17 من 30 طبعا احتمالنا يكون تاريخ مكون من منزلتين بتقول اللي هي من 10 إلى 30 اللي هي 20 من 30 20 من 30 يعني 20 عنصر على 30 إذا كانت الفضائي العيني اوميجا لتجربة عشوائية وكان حال حادث فإنه عدد العناصر للحادث يعني عدد عناصر الفضائي العيني من سميئة الاحتمال باختصار طيب النشاط في تجربة سحب بطاقة من 1 إلى 9 ملاحظة الرقم سحبت زينة بطاقة واحدة فكان الفضاء العيني إلها من 1 إلى 9 منتأمل وأكمل الجدول سحب بطاقة مكتوب عليها عدد يقبل قسم على 3 ممكن تسحب 3 و 6 و 9 اللي هي قدي عدد العناصر 3 من قدي من 9 سحب بطاقة مكتوب عليها عدد من مضاعفات 2 اللي هي 2 و 4 و 6 و 8 قدي هنا منحط 4 على 9 هانا شو منحط 4 على 9 طيب سحب بطاقة مكتوب عليها العدد أقل من 10 اللي هي كل 1 لأيه إلى 9 هانا بتطلع 9 على 9 هذا حادث أكيد سحب بطاقة مكتوب عليها أكبر من العدد 9 طبعا هنا 5 اللي هي 0 من 9 تطلع 0 إذن احتمال أي حادث بيكون أكبر من أو يساوي 0 وأقل من أو يساوي 1 هذا هو الحادث نشاط تعاوني ما بلزمني نتطلع مع بعض على تمارين ومسائل كيف الدرس درس سهل جدا صحيح أسهل إشي لستاتيستيكال استاتيستيكال مادة رائع سهلة جدا بس برضو كمان إله جانب كمان يعني بده تفكير مادة حلوة يعني بتعودك على إيه على التفكير إذا رمى طالب سهم على قرص المقابل أجد الاحتمالات الأتي أن يصيب السهم منطقة اللون البرتقالي بتقول منطقة اللون البرتقالي قدي عددها واحد من قدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد من عشر أن يصيب السهم منطقة اللون الأحمر طلع كم من مرة أحمر عندي واحد اثنين ثلاثة ثلاثة من قدي من عشر أن يصيب السهم اللون الأزرق اللي هو أحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة من قدي من عشرة بهذا الشكل تطلع اللي بعده سؤال اثنين إذا كانت سيجما بهذه الأرقام أجد احتمال كل من الحوايث الآتية نعطي عدد أولي أنا منهم أولي ثلاثة عشرين أولي الواحد وثلاثين أولي خمسة وثلاثين سبعة وثلاثين بتوقع أول شو العدد الأولي بقبلش يقسم اللي على نفسه على اثنين إذا العدد الأولي يا حلوين كم من عنصر بتقول لي واحد اثنين ثلاث ثلاثة من قدي العناصر كلهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة من تسعة حادث الحصول على عدد يقبل القسم على خمسة هاي واحد وهاي اثنين بس إذا اثنين من قدي من تسعة حادث الحصول على عدد أكبر من تسعة وثلاثين إيش أكبر من تسعة وثلاثين فش اللي هي صفر من تسعة ويساوي صفر فش أكبر من تسعة وثلاثين حادث الحصول على عدد محصور بين اثنين وعشرين والأربعين كلهم محصورات بين اثنين وعشرين والأربعين إذا هاي تسعة على تسعة ويساوي واحد صحيح هذو لهم وهيك بيجي السؤال سؤال حلو خفيف ونظيف ومش معقد إذا بتجاوبه صح بتكون فاهم بشكل صحيح انطلق الثورة عارمة بتاريخ عشرين أربع ستة وثلاثين ضد الاحتلال البريطاني في تجربة عشوائية لاختيار رقم من مكونات تاريخ هاي الثورة اكتب الفضاء العيني شو الممكن يطلع معك يا سفر يا اثنين يا ثلاث يا أربع يا ستة يا تسعة يا واحد هذولة هنا لازم حطينا الواحد في الأول بس يالله مش مشكلة محتمال أن يكون العدد المختار أقل من واحد اللي هو بس احتمال واحد اللي هو السفر اللي هي واحد من قد يعدد العناصر واحد اثنين ثلاث أربع خمسة ستة سبعة واحد من سبعة طيب محتمال أن يكون العدد المختار من قواسم العدد ستة يعني مضافة العدد ستة كيف إلا الستة والثلاثة والثنين ستة وثلاثة وثنين كمان القواسم والواحد طيب ستة وثلاثة وثنين وواحد هي ستة ثلاثة وثنين وواحد هما أربع من قديم من سبع ما احتمال أن يكون العدد أقل من عشر كلهم إذا بتلاحظ أقل من عشر إذن سبعة على سبعة ويساوي واحد صحيح واضح يا حلوين ويكي درسنا بيكون انتهى ودرس منيح مشوكوا إن شاء الله في الدرس الأخير إلى اللقاء